السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب والسنوي أهلاً وسهلاً بكم في آخر درس في الجيومتري يا شباب أو من سميه يا شباب The Family Equation من سميه الفاميلي ايكويجن ليس سميناه فاميلي ايكويجن لأن المفترض لو أنا عايز أجيب ايكويجن بتاع straight line passing through point of intersection لtwo straight lines in general يعني فبكتب الايكويجن بتاع اللاين الأولاني plus constant والايكويجن بتاع اللاين التاني equal zero فهو الشكل يا جماعة اللي قدامنا ده من سميه The Family Equation especially بقى من جيب الايكويجن اللي هو جاب لي two points أو جاب لي point وسلب يعني تعالوا نبص كده على الأول سؤال هنلاقي بيقول لي find the equation of the straight line passing through the point of intersection two straight lines ده وده طبعا دي على طول x equal negative five وهنا عندي y equal three فالpoint جاهزة عندي هي عبارة عن negative five وthree وطبعا in the origin point يعني أنا عندي zero وزيرو فطالما عندي origin point أو عندي point أو عندي point تانية يعني في عندي two points فان هقدر اجيب الايكويجن على طول ان انا اجيب السلوب الاول يا شباب الام equal y two minus y one over x two minus x one يعني بيساوي negative three over five وبعدين نقدر ان انا اشتغل كارتزيان x minus x one اه سوري y الاول انا انا اسف y minus y one هاشتغل الارجن السهلة يبقى y minus zero على x minus zero بيساوي السلوب negative three على five نعمل cross multiplication يعني يا شباب five y equal negative three x يعني هندخل دي جوه بالpositive يعني three x plus five y equal zero وهي دي الايكويجن بتاعة الstraight line اللي passing through the point of intersection of the two straight lines فالحل بتاعي هو d السؤال بعد كده بيقول the equation of the straight line passes through the point of intersection of the two straight lines بان عندي الstraight line ده والstraight line ده مبدئيا لازم اجيب الpoint of intersection and parallel لل y axis يا شباب يعني المفترض ان الاسلوب بتاعي undefined يعني الايكويجن بتاعتي لازم هتبقى x equal constant parallel لل y axis يعني x equal رقم فبالتالي انا لعن ولا معايا c ولا معايا d يبقى اما ان هي تكون a واما ان هي تكون b فانا محتاج اعرف ال x equal كام ما بين the two straight lines دول يبقى انا عندي two x plus y equal three والتانية يا شباب x plus four y equal negative two واحنا اتفقنا ان انا اجيب ال point of intersection لل two equations دول اما ان انا احل omitting او اما ان انا احل على طول جماعة بالcalculator اعمل shift mode shift mode او shift mode equation طبعا ونختار one وندخل coefficient يعني two one with three one with four negative two هتطلع معنا على طول ال x بكزا تطلع معايا ال y بكزا انا محتاج ال x equal constant يبقى الرقم بتاع ال x اللي هيطلع هو ده ال answer بتاعنا نقدر نحلها يا شباب بالcalculator على طول نحلها كده مع بعض omitting كده انا عايز ال x فانا هعمل times negative four لل equation دي هعملها times negative four فهتبقى negative eight x negative four y بيساوي negative 12 وهنا عندي x plus four y بيساوي negative two فهنعمل adding ده هيت cancel مع ده يبقى negative seven x بيساوي negative 14 يعني ال x حضرتك بتساوي كام بتساوي two يبقى الاجابة بتاعت هي مين هي ax equal two او x minus two equal zero يلا نبص على رقم تلاتة بيتكلم find the vector equation of the straight line passing through the point of intersection نفس الكلام برضو يا شباب يبقى انا محتاج برضو ان اجيب point of intersection لل two straight lines اللي قدامنا دول باي طريقة من الطرق بس انا لازم اكتبهم لو انا هستخدم calculator لازم تبقى three x plus two y equal seven والتاني هتبقى x plus three y برضو equal seven طبعا اقدر اعمل الايكوشن دي يا شباب multiply by negative three طب عشان اما نضيعش وقت هندخل الجماعة عطوة على الكالكوليتور عشان نخلص يعني mode equation one وندخل three two seven one with three seven ونعمل equal equal تطلع معنا الاكس هتطلع معنا ان شاء الله زي ما انا بالانسر مكتوبة x equal three وتطلع ال y لا مش three one معلش ان هو انا خدت ال point انا خدت ال point دي هيطلع معنا point يا شباب ال point اللي هتطلع دي هشتغل معاها ال point دي مع ال point دي عشان اجيب بينهم ال slope طبعا ال slope هيجي عبارة عن y two minus y one على x two minus x one فهتتجاب معنا ال point اللي هي point of intersection وبعدين نكتب ال vectore equation طبعا اي point اختار انا اختارت ال point اللي هي given three one مع طبعا اليو اللي هو ال direction vectore اللي انا هجيبه من فين اللي انا هجيبه من القانون اللي قدامنا ده طيب رقم رقم 4 find the equation of the straight line passes through the point of intersection نفس القصة يجمعوا نفس الحوار يبقى عندي ال equation الاولانية اهي two x plus three y equals two وهنا عندي three x minus y equals fourteen وبعدين بيقول لي and make positive اوكي ال given ده يا شباب على طول معناه انه اجيب لي slope يبقى slope equal ten one hundred thirty five يعني equal negative one خلاص معنا slope وطبعا من ده من الكالكليتور برضو هنجيب ال x وهنجيب ال y طالما معنا x ومعنا y ومعنا slope يبقى انا اقتر على طول ان انا اجيب ال equation هو find the equation اقدر اكتفى بأي form من ال forms حتى لو كانت الفيكتور السهلة قوي يعني النقطة اللي احنا هنجيبها من هنا كده وبعدين plus طبعا k والسلوب عندي بnegative one يعني اقدر اكتبه negative one one وكده انا جبت the equation of straight line passing through point of intersection number five find the equation of the straight line passing through the point of intersection نفس الكلام برضو يا جماعة مش هنعيد ونزيد كده يبقى من الاتنين دول على طول بيكالكوليتو بس لما نطلع ده ونطلع ده هتطلع من عندنا من الاتنين دول point x و y دي كده point معانا خلاص and parallel اللي ده طبعا parallel يعني same slope يعني same slope يبقى slope بتاعي بيساوي b على a يعني بيساوي four على five فمعانا slope ومعانا برضو point اللي احنا هنجيبها من الpoint of intersection بالكالكوليتور معانا slope ومعانا point بانا اقدر اكتب الéquيجن بسهولة سواء كانت vector equation او general equation او Cartesian equation ايا كانت اعرف ان انا اتعامل معاها يلا نبص كده على اخر سؤال find the equation of the straight line passes through the point of intersection الéquيجن دي والاكيجن دي نفس الكلام هنعيده ونزيده برضو هنجيب منها x و y اتأكد هي مترتبة x y equal constant x y equal constant كده جبت الpoint يبقى معانا رقم واحد معانا point تعال ندور على السلوب بيقول and perpendicular على second line هو فين second line اللي هو ده السلوب بتاع second line ده بيساوي negative coefficient of x على coefficient of y يبقى السلوب required بتاعي عشان perpendicular نقلب ونغير الصين يعني equal cam two على one معانا slope ومعانا point اقدر برضو اكون الاكوية بمنتهى السهولة ايا كانت الفورم طالما هو محددش فورم معينة انا غالبا بكتب الفيكتور اسهل كمان من اي فورم البوينت اللي احنا جبناها من الكالكوليتور وبعدين plus الkey والسلوب بتاعنا two على one يعني one وتو وبكده يا شباب انتهينا من منهج الجيومتري بفضل الله اتمنى نكون معنا معلوماتنا علشان التوبكس بتاعت الجيومتري في الترمي التاني في قولة سنوي مهمة قوي بعد كده ان شاء الله في تانية سنة وتلتة سنوي اتمنى نكون فهمنا نحل بأيدينا يا شباب ونخش بقى على الامتحانات بقلب جامد ربنا يوفقنا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة